لمحاربة الإرهاب العالمي المسؤولون أكدوا أن هذه الملامح تتعلق بفصل الإسلام عن الإرهاب كما تدعم حكومتي اليمن والصومال في حربها ضد تنظيم القاعدة في البلدين وبشكل خاص في مناطق الحدود بينهما بالإضافة إلى العمل على منع انضمام عناصر جديدة للتنظيم المتطرف بوضع سياسة مساعدات اجتماعية لكل البلدين الرؤية الجديدة قال بشأنها محللون أنها ستساعد على خلق مناخ مختلف في علاقة الولايات المتحدة بالعالم الإسلامي من واشنطن رابح في لالي بالنسبة للرئيس باراك أوباما فإن الحرب على الإرهاب يجب أن يعاد النظر في استراتيجيتها وفي أساليب تنفيذها على جبهات ثلاث هذا الربط استخدم في وقت سابق وخلق حالة من الاضطراب في علاقة الولايات المتحدة بشركائها في العالم الإسلامي لذلك وجب الفصل الآن جبهة أولى على مستوى المصطلحات المستعملة في الخطاب الرسمي الأمريكي يتمسك الآن بضرورة الفصل بين الإرهاب والإسلام ذلك لأن الإرهاب سلوك متطرف لا يمثل الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين الذي طالما أكد أوباما أنه حريص على مراعاة مشاعر الأمريكيين المسلمين في حربنا ضد تطرف نواجه سؤالين ماذا بإمكاننا أن نفعل للحد من تجنيد المزيد من المتطرفين وماذا يمكن أن نقدم لمن يحتاج مساعدة جبهة تحول تانية تطرحها إدارة أوباما والمتعلقة بسماحها استهداف أول مواطن أمريكي في حالة نور العولقي اليمني الأمريكي العولقي الذي تدرج في مدارس أمريكية وعمل خطيبا وواعدا بمسجد الهجرة بشمال فرجينيا قبل أن يتحول لاحقا إلى اليمن ويتزاعم ما تسميه أذبيات القاعدة بالجهاد الإلكتروني على شبكة الأنترنت ويكون الموجه الروحي لمواطن أمريكي آخر من أصل فلسطيني نضال حسون الذي كان وراء هجوم تكساس كما كان وراء تجنيد وتحريض فاروق عبد المطلب الذي حاول تفجير طائرة ركاب مدنية في سماء ولاية ميشيغان على الشمال الغرب الأمريكي العولقي يصف الولايات المتحدة الآن ببلد الشر على حد تعبيره هناك جدل واسع عن علاقة الإرهابيين بالإسلام هناك من يربطهم بالإسلام وهناك من يربطهم بالتطرف شخصيا أدعم وجهة نظر الخارجية الأمريكية بالفصل بين الاثنين التحول الآخر يتعلق بمساحة هذه الحرب وأدواتها على مستوى منطقة الحدود بين الصومال واليمن حيث تأكد الآن بأنها واحدة من أكبر مناطق تجارة السلاح في العالم إضافة إلى توسيع النشاط والخطر إلى الجار اليمني الآخر المملكة العربية السعودية في هذا الجزء تصف واشنطن صنعاء بالشركة المحور وتؤكد على دعمها لحكومة صنعاء في حربها على القاعدة كما تدعم الحكومة القائمة في مقديشو وطرى فيها فاتحة للاستقرار في هذا البلد المضطرب بامتياز إضافة إلى الدعم اللوجيستي والعسكري هذا إضافة إلى عمل آخر على تجفيف مصادر تجنيد الأنصار بين العاطلين من شباب اليمن والصومال الحرب على القاعدة قصة قديمة جديدة هنا في واشنطن الجديد الآن هو توسيع رقعة الحرب إلى محوري اليمن والصومال على مستوى مساحة الحرب الجديد الآخر على مستوى أدوات هذه الحرب الأدات لم تعد تقتصر على التصفيات الجسدية لقيادة وعناصر هذا التنظيم إنما تمتد أيضا إلى استقطاب مؤيدي وأنصار هذا التنظيم في معاقلة عادة ما يتحرك فيها التنظيم بامتياز كما هو الأمر أيضا عبر محوري مقديشو وصنعاء رابح فلالي الحرة واشنطن أظهر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش ارتكاب جرائم بحق